موسيقى مساء الخير في بيوت كتير حوالينا لسه الزوج والزوجة مكملين فيها مع بعض عشان خاطر الولاد يا ما حصل ان الزوج والزوجة بعتوا جابوا الاهل والمأزون عشان يتطلقوا او حتى راحوا لمحكمة الاسرة بس الاطفال قدروا بمحايلتهم وطريقة كلامهم اللي توجع القلب عشان خاطر يرجعوا قدروا ان هم يعملوا كده وقدروا ان هم يحننوا قلبهم بس ميرفت بطل القصة حقيقية النهاردة بناتها عملوا عكس كده تماما هم اللي بيطلووا منها تتطلق من باباهم طب ليه طلبوا منها ده تعالوا نسمع القصة من اولها ونشوف ميرفت بعتها تقولنا ايه اسمي ميرفت وعندي خمسة واربعين سنة ومعايا دلوقتي خمس عيال اربع بنات وولد ومجوزة بنتي كبيرة وحكايتي غريبة شوية محتاجة لرأيك يا سالي لاني خايفة ومحتارة مش عارفة صرف ازاي حكايتي بدأت لما اتجوزت وانا عندي 18 سنة وفي فترة الخطوبة كان باين انه حد محترم وطيب وعشان كده وفقت اني اتجوزوا واقعد معا عند حمايتي بعد جوزنا بسنة تقريبا ابتديت اعرف ان هو بيشرب مخدرات بس للأسف كنت خلاص حملت وعلى وش ولادة ما كانش ينفع انه اقوله لو ما بطلتش طلقني وكل واحد يروح لحاله كنت بقول يمكن يبطل لما ربنا يكرمنا بعيل ويقول لازم احافظ على صحتي وفلوسي عشان النعمة اللي ربنا انا عم بيها علي لكن جوزي بدأ يزيد في الشرب والمشاكل زادت ودخلنا في سكة الضرب والاهانة والغلط طب فين اهلك يا مرغت فين اهلك لما حصل كل ده ازاي ضرب واهانة بدهي قوي طب محاتش فيهم حاول يتدخل يعقلوا يرجعوا عن اللي هو فيه واللي هو مالوش كبير تعالوا نكمل بصراحة يا سيلي اهلي واهله كانوا واقفين معايا وفي صفي انا وبنتي عملوا محاولات كتير جدا عشان يخلوه يعقل ويستهدى بالله فعلا الساعات كان بيبقى كويس واقول خلاص يضغير وعائل منسلفات لكن ما فيش يدوب مدة صغيرة ويرجع تاني يبقى صعب وعامل زي المجانين رغم كل اللي انا بحكي ده كنت بحب وبغير عليه كنت بعمل كل حاجة عشان يكون مبسوط وعيني كت معمية عن عيوبه ما كنت الشايفة غيره ما عرفش ليه كل شوية اقول دي حبت مشاكل بسيطة وصغيرة واعتعدي مع الايام فضلت اخلف منه بنت ورا بنت لحد ما بقيت ام البنات تاني حاجة من الحاجات اللي الدايق بنت ورا بنت معقول يا ميرفت هو لسه زي ما هو مكمل في سكة الشرب والمخدرات ما حستيش اني تعملت غريزي اكتر كان لازم نوقف خلفه طب كفاية نطلع بشيلة واحدة شيلتين تلاتة خمسة طب شو في الاول هتربيهم ازاي تعالوا نكمل انا مش عايز ازود عليك يا والله بس انا بقولك حاجات صغيرة كده لازم نوقف عندها عشان لو حد تاني مكانك يسمع اللي بنقوله فضلت المشاكل تزيد وجوزي بقى بيشرب كتير لحد بقى بقى مش عايز يصرف علي ها ولا على بناته واهلي واهله بقى هما اللي شايلين معايا البيت والعيال فضلت الحياة مستمرة بالزق اشتغلت من بيتي كوفارة على قدي بس الاهل كانوا رفضين فكرة الطلاق نهائي كل اللي عليهم في اي مشكلة تحصل يفضلوا يقولوا ادعيلوا يا ميرفت جوزك في محنة يا ميرفت ربنا بتلاه وبعد تسع سنين من خلفة بنتي التالتة ربنا كرمني بحمل رابع المرة دي كانوا توقم ولده بنت كنت فرحانة جدا اني اخيرا هجيب الولد اللي كان نفسي فيه وبعد اربع شهور من الحمل اكتشفت ان جوزي بيتكلم مع واحدة في التليفون لما دخلت عليه وقلت له هات الموبايل ده واخد رقمها عشان اتكلمها امضربني فضل يقول لي كلام صعب وكمان عيرني اني شخصيتي ضعيفة وفعلا عرفت انه كان عنده حق واني ضعيفة الشخصية لما اتخرست واسكت ده حد ما هي اللي تصلت بي على التليفون الارضي سمعتني كلام عمري ما كنت تتخيل اني اسمعه في حياتي طبعا اهله واهلي عارفوا اللي حصل نصحوني انه غم ودعيني واسكت وبلاش اقفشه تاني ووجه لحسن يسبني كنت طبعا حامل في التوأم ومعايا تلات بنات فقلت لنفسي هروح بيوم فين لو قررت امشي واتطلق هروح فين سكت لحد ما ولدت جات لي حالة نفسية صعبة بقيت يا سلي كل شوية ادخل في نوبة عياط من غير سبب تجي لي رعشة في جسمي كله مع السنين الحب تحول لكراهية ابوه امه وابويا ماتوا وارا بعض بقيت لوحدي اصاده من بعد ما ماتت الناس اللي كانوا محننين ومخلين الحياة حلوة ومستمرة قررت اشتغل عشان اجهز بناتي اللي كبروا وبقوا عرايس بدل ما يساعدني بقى يقولي من وقت للتاني اتصرفيلي في فلوس وهبقى ارجع هوملك فعلا ساعات كنت بس تلف وقلوا خد بالك دي مش فلوسي انا سالفاهم عشانك فاقولي ما تخفيش هديكي وتسدي كل شوي ياخد ويصرف وما يسدش وانا مش بتعلم من غلطي برجع اتورط وسد بداله في كل مرة ويا ريتك انا عاجب ده كل شوي كان ضرب واهانة وقلت ادب عشان بقوله يسد فلوس الناس انا عارفة اني كنت سلبية جدا بس كنت خايفة على بناتي قوي كل مرة كنت اسيب فيها البيت كان ياخد العيال مني ويقول لي مش هتشوفيهم اضطر ارجع عشانهم المهم بقيت ارفض اجيب له فلوس بقلو سانة دلوقتي اعاد في البيت من غير شغل مقضيها بلطجة وقتاوة وبناتي عايزين يتطلق منه ونسيب البيت ونمشي وانا خايفة منه لانه مدمن مخدرات مش عايز ادخل اخوتي في مشاكل معاه خايفة كمان امشي فياخد العيال مني وهو معاند ومش عايز يطلق بنتي الكبيرة دلوقتي عندها 24 سنة ومتجوزة واللي وراها على طول عندها 21 سنة والتالتة عندها 18 سنة والتوأم عندهم 12 سنة والحال دلوقتي انه هو في قوضة وانا في قوضة كل ما شوفه عصبي بتتعب هو خلاص كده ارتح من مصاريف مش عايز يدفع اي حاجة نهائي وانا وبنتي بنشتغل وبنصرف قولولي اعمل ايه قولولي انا اعمل ايه على فكرة ده حال ناس كتير قوي قوي يا ميرفت انا حاسة بيكي جدا مشكلة كبيرة فعلا وحملة اربع بنات وولد حملة مش قليل وستات كتير قوي بتخاف يعني انا مش مش هقولكو انه بتخاف من فكرة الطلاق بتخاف من فكرة كلام الناس بتخاف انه ما تلاقيش راجل تاني فسعب بتقبل الاهانة والزل وتستحمل لحسن ياخد العيال طب المفروض دلوقتي بقى انا تصرف ازاي بتدخل معاه في مشاكل وتطلب منه الطلاق وهي لسه في نفس البيت وتطلب منه عائلة في قوضة تانية انا بكره الرجالة اللي تروح تقعد في قوضة تانية بتمشي بتقعد في قوضة تانية ليه واللي هي بقى اللي تاخد عيالها وتمشي ترفع عليه قضية طب شخص مدمن زي ده هل سكة المحاكم هتنفع معاجي بنتيجة طب هو بقى رد فعله هيبقى ايه لما هي اصلا خايفة على اخوتها انهم هيدخلوا في مشاكل مع راجل زي ده ترجمة نانسي قنقر